موسيقى نحية طيبة لكم أينما كنتم الجدية تتجلى في مجال الإبداع والابتكار الذي يتميز به الشباب المغربي في مختلف المجالات هذا ما أكد عليه الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير ومفهوم الابتكار الاجتماعي تحديدا يقدم زخما وافرا من الممارسات والتصورات وأيضا المفاهيم التي تظهر طبيعته المعقدة من هذا المنطلق يتطلب الأمر مراقبة دائمة ودقيقة لتطوراته ومن هذا المنطلق أيضا جاءت الأهمية الحاسمة لإنشاء مقياس خاص بخصوصية التجربة المغربية في هذا المجال يتعلق الأمر بأول بروماتر في المغرب هدفه الأساسي هو رسم صورة لممارسات الابتكار الاجتماعي في المملكة وقياس الأثر الاجتماعي أيضا للمشاريع الاقتصادية والتضامنية وتتبع كل التطورات من أجل صياغة توصيات تهدف إلى تعزيز هذا المقياس فما هو مقياس الابتكار الاجتماعي وكيف تبدو أيضا وضعية الابتكار والإبداع بالمملكة ثم ما هي النتائج التي جاء بها هذا البروماتر في نسخته الأولى هذا ما سننقشه اليوم مع الأستاذ أيمن شراجي المسؤول عن البرنامج الأكاديمي لمؤسسة عبدالقادر بن صالح والأستاذ أسماء دياني رئيسة المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية بعد هذا التقرير المقياس الأول للابتكار الاجتماعي بالمغرب يعد ثمرة عملية جمع بيانات شاملة شارك فيها مئة فاعل رئيسي في المجال يمثلون القطاعين العام والخاص فضلا عن القطاع الاجتماعي والتضامنية المقياس يهدف إلى توفير فهم شامل للابتكار الاجتماعي بالمغرب ويعتمد في سبيل ذلك منهجية صارمة ومسحا دراسيا دقيقا ويركز بحسب المؤسسة الصادر عنها على جوانب مختلفة بدءا بتصوره من قبل الفاعلين المحليين وصولا إلى مستجدات الممارسات الحالية بما في ذلك العوامل التي تحفز تطوره والعقبات التي تواجه ذلك المغرب يمتلك مبادرات طموحة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا جعلته يتقدم بعشر درجات في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عام الفين واثنين وعشرين حيث حل في الرتبة السابعة والستين عالميا بمعدل ثمانية وعشرين فاصل ثمانية والرتبة السادسة ضمن الاقتصاديات ذات الدخل المنخفض والمتوسط والرتبة الثامنة ضمن اقتصاديات شمال إفريقيا وغرب آسيا وفقا للمؤشر فإن المغرب أظهر إمكانات ابتكارية لعدد من السنوات إذ حل في الرتبة السابعة والتسعين فيما يخص جوانب تطور بيئة الأعمال والرتبة التاسعة والثمانين في جانب البنية التحتية والرتبة الخامسة والثمانين في الجانب المؤسساتي والرابعة والسبعين في تطور السوق والمخرجات المعرفية والتكنولوجية مقياس الابتكار الاجتماعي ووضعية الابتكار الاجتماعي بالمملكة هو موضوع حلقة اليوم أرحب بضيفي الأستاذ أسماء دياني أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة شكرا لكم أهلا وسهلا أرحب أيضا بالأستاذ أيمن شراجي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسماء شكرا لكم مشاهد ماذا يعني هذا المقياس مقياس الابتكار الاجتماعي وكيف جاءت الفكرة فكرة إنشائه وتصميمه الفكرة جاءت من عند مؤسسة عبدالقادر بن صالح التي تشغل على الابتكار الاجتماعي بشكل أساسي وبشكل خاص بسداء من سنة 2018 لمؤسسة ركزات البرامج ومشاريعها كاملة على الابتكار الاجتماعي وصدرات في سنة 2020 تقرير استراتيجي على وضعية الابتكار الاجتماعي في المغرب الأشكال المسببات الفاعلين الأساسيين كيفية الدفع بالمجال وخرجوا من التوصية الكبرى لها التقرير الاستراتيجي لسنة 2020 ضرورة أنه يكون عندنا واحد الآليا ديال التتبع وديال القياس ديال الابتكار الاجتماعي فبنت الفكرة في سنة 2021 بدلت اشتغال عليها بشوية بشوية إلى حدود أن تكون الأسباب الرئيسية لإطلاق ديالها هنا في نطلقنا أول نسخة من البروميتر وتعاون مع الشرك الأكاديمي ديالنا اللي هو مركز الأبحاث H-O-M H-O-M Research Center واللي هو واحد من الفاعلين الوطنيين الأساسيين في مجال البحث العلمي حول البتكار الاجتماعي في المغرب المقياس يعتمد على منهجية صارمة يرسلنا مجموعة هذه الأسئلة وطلب بيانات لقع عليك بيانات فيها كثير من 200 فاعل من عدد كبير ديال الجهات عملنا من القطاع العمومي من القطاع الخاص من الجمعيات من التعاونيات من المراكز البحثية من المقاولين الاجتماعيين ومن المنظمات الدولية اللي كتشتغل على الموضوع في المغرب كان الهدف هو بناء هذه القاعدة ديال البيانات اللي تخرج ديالنا تصورات على الابتكار الاجتماعي تمظهورات دياله الأشكال دياله المسرعات دياله المعيقات دياله نخرجوا أيضا من ورها بتوصيات على كيفاش نقدر ندفعه بالابتكار الاجتماعي والأهمية دياله من أن نأتي هو اليوم العمل الاجتماعي في المغرب المغرب المعروف من هذه عقود وعقود وصلنا لأحد المرحلة وخال موارد الكبيرة اللي كنحط على العمل الاجتماعي وعلى الديفلوبمون سوسيال كما كنقول والبرامج الكثيرة لمؤشرات ديالتنمية الاجتماعية ديالنا ما زر خصها الخدمة وبالتالي الإشكالية ما كيناش اليوم في الزخم وفي الكم كما هي كنا في المنهجية والطريقة والابتكار الاجتماعي للإنوفاسيون سوسيال هي طريقة عمل واشتغال على المشاريع الاجتماعية بطريقة جديدة ومبتكرة يعني هو سيؤثر هذه المشاريع على الأقل كيعطي منهجية واضحة وطريقة اشتغال كتركز على الواقع الاجتماعي لامباكت سوسيال كنقول لي ونفكره مزيان وكنقول لي ونصب عن الأعيون دينا كيكون الواقع الاجتماعي هو الذي يجمع الفاعل يمكنك نشتغله بطريقة التي تحتار المبادئ للابتكار الاجتماعي نعم طيب قبل أن نتحدث عن نتائج هذا البرومترا وهذا المقياس مقياس الابتكار الاجتماعي في نسخته الأولى أستاذ أسماء يعني ما هو رأيك في هذا المقياس مقياس الابتكار الاجتماعي كيف يعني هل ممكن أن يساعد الفاعلين الاجتماعيين في عملهم الاجتماعي ما هو دوره برأيك في هذه شكرا أستاذتي أولا أريد أن أنوها بالعمل الذي قامت به مؤسسة عبد القادر بن صالح بشركة منع فارق العمل العلمي الذي صدر هذا الباغومتر والذي من شأنه أنه أولا توصيف الابتكار الاجتماعي في المغرب مهم جدا لأنه كان لدينا وحد الخلط كبير فيما هو الابتكار الاجتماعي وفين كيمكن نلقاوه دونك وقع وحد اليوم لدينا هذه الباغومات التي كنا نقول ما هو الابتكار الاجتماعي وما هو الابتكار الاجتماعي في المغرب بالخصص هذه أول حاجة الإحاطة أيضا كما طرق أستاذ أيمن للإكرهات وتحديات التي تطرح للتطور لإبداع الابتكار الاجتماعي على مستوى المغرب هو كما أشار السي أيمن هما المقياس سيعطينا مؤشرات التي ستساعد ليس غير المبتكار الجماعي لأن التوصيف سيكون لديه واحد الهدف أن المبتكار الجماعي سيكون حامل الابتكار هو معارش بأنه الابتكار الجماعي ويشتغل به كحل الواحد الإشكالية مجتمعية معينة ولكن ما عارف يوصفوه بأنه ابتكار الجماعي أولا بالنسبة المبتكار الاجتماعي سوف يمكنه بأنه يعرف بأنه ما يدير سيكون ابتكار الاجتماعي من ناحية من ناحية أخرى هو الابتكار في حد سيستفيد منه بزاف الفاعلين منهم الفاعلين المؤسساتيين بالخصص لأن اليوم هذا الابتكار الاجتماعي هو ليس حكرا على قطاع معين هو سنجده في جميع القطاعات ولذلك مهم جدا أن الفاعل المؤسساتي يعرف يرصد هذا الابتكار الاجتماعي ويعرف يوضفه للنهوض بقطاعات معينة القطاع الذي يشتغل به بالأساس كم كنا أيضا نشوفه في سياق وحدة أخر أن نكون عمل تكامل بين القطاعات في سياق الابتكار الاجتماعي هذا من جهة الفاعل الآخر الذي يستفيد من هذا المقياس هو القطاع الخاص لأن من بين الإكرهات وأن لم يكن الدعم لازم والمواكبة اللازمة التي يجب تكون الابتكار الاجتماعي من طرف القطاع الخاص ولذلك اليوم القطاع الخاص يجب أن هذا المقياس وكيف هذا الخاص الذي كان زخم كبير للابتكار الاجتماعي في المغرب الذي يجب القطاع الخاص يحتضنها ويستفيد منها في إطار ما يسمى بتسريعات سواء القطاع الخاص على مستوى القطاع الذي يعطي الدعم المدني نعم وأيضا مهم جدا أن المجتمع المدني أيضا يحتضن الابتكار الاجتماعي باش ندوزهم واحد المجتمع المدني يعتمد على الدعم الدعم المؤسساتي والدعم منظمات الدولية أنه يبقى يبتكر في طرق حديثة لخلق القيمة ويبقى عنده واحد الاستقلالية مادية لأن واحد المسألة مهمة بعلاقة مع الابتكار الاجتماعي أن الابتكار الاجتماعي يحتضن في إطارات مقاولاتية إطار مقاولاتي لأن ليس الغرض أن نعرف الابتكار الاجتماعي ونصفه ونقول نحن نديره أيضا أن ننشوف طريقة الاستدامة طيب أستاذ أيمن من أجل خلق قيمة مضافة ومن أجل الاستدامة إلى حد الآن ما هي نتائج التي توصل إليها هذا البرومتر فيما يتعلق بالابتكار الاجتماعي نعود نذكر بأن الدراسة هذه هي الأولى من نوعها وبالتالي لم يكن لدينا دراسة مدققة على الابتكار الاجتماعي ميديانا كانت مانهجية استكشافية لأن لا أريد إجتماعي لأن الله سنكتشف هذا المبدأ ونبدأ لأصله له من أهم الخلاصات الأول التي خرجت من هذه الرحلة الاستكشافية المفهوم هو أن القطاع للإقتصاد التضامني والاجتماعي هو الميدان الخاص بالظهور والبتكار الاجتماعي هذا لا يعني أن المنظمات المترجم الأجهزة الدولة لا تستطيع تبتكر اجتماعيا أو لشركات القطاع الخاص لا كانت مظاهر للإبتكار الاجتماعي عند الشركات الخاصة وعند مؤسسات الدولة والأجهزة الاجتماعية ديالها ولكن الميدان الخاص بالظهور أكبر عادة من الإبتكارات الاجتماعية كان في المجال للاقتصاد التضامني والاجتماعي ولسيما عند الجمعيات وعند تعاونية من الأفكار الأساسية أيضا هو أن المشاريع للإبتكار الاجتماعي تعاني من صعوبة بالتمويل التقليدي يعني التمويل من النظام المالي الكلاسيكي عن طريق الأبناء وعن طريق المؤسسات القروض لأن المشروع الذي يخدم على إبتكار الاجتماعي معين يكون من الصعب عليه أن يقنع المؤسسات البنكية العادية بنموذج الأعمال لأن يكون عنده أثر اجتماعي كثير يقلب عن النموذج الاقتصادي ربما يتير بعض المخاوف من النظام البنكي الكلاسيكي العادي هذا رقم آخر 40% من التمويل الموجهة لدعم الابتكار الاجتماعي هي تمويل عمومية سواء من طرف مختلف البرامج تمويل الدعم العمومي الوطني المغريبي وإيضا من التعاون الدولي الذي يجينا عن طريق المؤسسة التعاون الدولي وفقط 3% هم التي يحصل على تمويل بنكي أو تمويل من المؤسسات القروض العادية من الأرقام المهمة التي تقدر تتير انتباه دينا هو أنه 40% من المشاريع المبتكرة اجتماعيا تشتغل على الإدماج السوسيو اقتصادي لفئات الهجرة بمعنى جمعيات التعاون مؤسسة الخرام التي يكون لديهم تقريبا 40% تجد أن المشروع أو الخدمة أو المنتوج بطريقة أو بأخرى يهدف إلى إدماج السوسيو اقتصادي الفئات التي هي مقصية من العجلة التنمية الاقتصادية أو لما قادش أنها تكسب قوتي وميديالها بطريقة أو بأخرى فالإدماج السوسيو اقتصادي يتباني أنها أولوية بالنسبة الفاعلين للإبتكار الاجتماعي نضيف آخر رقم الذي هو مهم هو أنه عندنا تقريبا 30% من المشاريع المبتكرة الاجتماعيا تخدم جوج للأهداف للتنمية المستدامة للأمم المتحدة لدينا تقريبا 33% يخدمون لنا لدينا أهداف رقم 8 ورقم 4 رقم 8 هو العمل الكريم كما نقول الرقم 4 هو تعليم دو جودة فنعود لديك الهدرات لأنه كان خدم المشاريع للإدماج السوسيو اقتصادي العيش الكريم والعمل الكريم زائد تعليم دو جودة عدد كبير من الابتكارات الاجتماعية تخدم على أنها تعزز من العرض تعليمي لموازن العرض للدولة والعرض للقطاع الخاص يحاول أيضا منظمات المجتمع المدنية وتعامونيات ومقاولات اجتماعية أنهم يجيبون معرض تعليمي للمساعدة بأن الخدمة التعليمية تكون عدد جودة والأكبر عدد ممكن ولسيما بالنسبة الناس للمدرسة بعيدة عليهم أو للظروف لا تسمح لهم أنهم يمشون المدرسة أو للظروف الاقتصادية لا تسمح لهم أنهم يستفدون من التعليم دو جودة فهذه تهي من المجالات لابتكار الاجتماعي كالعب دور في العلاج في المغرب نعم في سياق سيدة أسماء دائما في سياق إدماج كل الفئات يعني فئات من المجتمع فئة تنية المغرب دخل بمجموعة من الأوراش الاجتماعية الدعم الاجتماعي دعم السكن التغطية الصحية دعم المباشر للأسر مجموعة من الأوراش انخرط فيها المغرب اليوم برأيك كيف يمكن لهذا الابتكار الاجتماعي أن يساعد وأن يسرع من تحقيق كل هذه الأهداف التي انخرط فيها المغرب وتحقيقها يعني في أقرب العجال هو أكيد الدعم الذي تقوم به الدولة اليوم وهذا الأوراش لدخل فيها البلدنا من ناحية الميزة نيفو الخدمات الاجتماعية هي مهمة جدا مهمة هذه من شأنها أن تخلقنا مواطنين اللي ليس الهم ديالهم أنهم يتعالجوا ولا الهم ديالهم أنه يديروا شيء مسائل اللي كانوا كتخدموا وبزاف ديالنجج ديالهم بزاف الفلوس ديالهم وبزاف ديال التفكير ديالهم اليوم المواطن منكتوفر له هذا الحب لأنه أدنى من الخدمات الاجتماعية غيو المواطن اللي كيطمح أنه يخدم في إطار في سياق ديال خلق القيمة خلق القيمة وخلق التروة وبالأساس ما ننسوش إحنا أن المواطنين ديالنا اللي كيكونوا عندهم واحد نقص في تعليم نقص إلى غير ذلك كيمشيوا سياق ديال التشغيل الداتي ومن هنا كينخارطف ما يسمى بمقاولات ديال الحاجة اللي كيخلقوها عن طريق برامج ديال مؤسساتي كتير اللي كينديرها اليوم للدولة أورش كبيرة لدعم وليتمويل المقاولات اللي كتتخلق من جديد جديدة في سياق المقاولات الحاجة وهذا المواطنين كم يمكنهم يستفيدوا اليوم هذه الخدمات التمويلية المواكباتية اللي كينا توفرة في جميع الأقاليم اليوم عندنا منصات الإقليمية للشباب مثلا كتعطي خدمات مواكباتية كيتعطى في سياق أيضا كيتعرفوا بالمشاريع اللي كتعطي التمويل إلى غيداريك ومن هنا غيقاوح التوجيه والتوجه نحو الابتكار الابتكار الاجتماعي لأن باش من باش من وقعش عندنا خلق فاش كان هدروع الابتكار وهذا وهذا من بين المسائل اللي كتطرح في التصورات اللي كنشوفوها عند الناس هي كنسمعوا الابتكار كيس حبنا التكنولوجيا كينامور لها الابتكار هذا إحنا كيمكننا نديروا الابتكارات هي عن طريق إحياء واحد الممارسات كيناعننا في التورات ديالنا مثلا وكينام مبادرات كثيرة اللي كيناف على مستوى بزاف المجالات الترابية اللي كتمشي في هذا السياق هذا إحياء ممارسات توراتية في الإنتاج مثلا غنستعملوا الكولوراسيون ديال التوب وهدو مبين المسائيل اللي غنقوا لتفتلها وغي وكنضم داباكينا هدو المأساسة ديال المأساسة ديال خلق القيمة في هذا السياق هذا واللي مع الأسف الشديد ربما خاص سياسة العمية لتفتلوا هو أننا عنا وحد العرض كبير بزاف من ناحية ديال التمويلات باش نخلقوا المشاريع ونحتاضنه واللي كتحصادن هدو الابتكار الاجتماعي ولكن ما زال معناش ما زال معناش تمويلات ومواكبة اللي كتصرع من هاد المشاريع واللي كتمشي بهم في واحد الحجم اللي هو أكبر من ذلك اللي كيشتغلوا فيه اليوم وعن طريق هذا الرفع من حجم هاد المبادرة هاد قد نظن بما أننا هاد المبادرة كتتخلق سياق باقتصاد التضامني والاجتماعي في المتعاونيات واجمعيات التي تخلق القيمة المضافة الاقتصادية فذلك من شأنه أننا نحق ذلك 8% اللي كنتمحولها اللي نادى بها النموذج التنموي الجديد أننا نخلق 8% من القيمة المضافة من ناتج إجمالي الداخلي الخام قد تخلق من الاقتصاد التضامني واجتماعي نعم طيب أستاذ أيمن من هي الجهات التي ممكن أن تساهم ويمكن الاعتماد عليها في بناء مثل هذه المشاريع ذات الطابعة الاجتماعية وخل أربما سأجي الفكرة طوباوية بزاف ولكن كقدر نقول بأنه جميع الجهات بإمكانها أنها تساهم في الابتكار الاجتماعي نبدأ من الجامعات الجامعات والمعاهد للتعليم ليس بالضرورة العالي حتى التربية الوطنية في المقررات وفي المناهج أفكار بسيطة كتزرع التقافة ديال الانخيرات الاجتماعي وديال العمل الاجتماعي بإمكانها أنها تدار ما هي المستوى ذات التعليم العالي والجامعات اليوم الجامعات ستنخرطة والجامعات هي في صدر الاجتغال على مخططات ديالها لبناء المسؤولية المجتمعية ديال الجامعات بداية العمل في هذا الورش القطع الخاص عنده المسؤولية الاجتماعية دياله لا أغسه عن طريق المبادرة التي يدير الخدمة الاجتماعية الدولة بمختلف البرامج مركزية لا مركزية وزارة مديرية جهوية برامج وطنية خاصة دائرة الواجب ديالها ورصد الميزانيات المعتمدة والأطر البشرية كينا الابتكار الاجتماعي كطريقة اشتغال وكمناجية اشتغال يقدر هم يشتغل به المؤسسات الدولية لحضرة في المغرب تعاون الدولي هم عندهم مشاريع وبرامج تنموية بشراكة مع الدول المشتغلين عليها بشراكة مع منظمات المجتمع المدني الابتكار الاجتماعي أيضا كطريقة بإمكانهم أن يشتغل بها لا يمكن أن نفكر في فاعل ونقول بأنه ربما لا يحتاج الابتكار من المنهجيات الابتكار الاجتماعي في العمل وفي الاشتغال لنا العمل والالتقاء النواية والبرامج مهم هنا وهذا من أسس الابتكار الاجتماعي هذه الكون الكون من اللي كنتلتقي ونشتغل كامنين بشكل جماعي على منطقة معينة على مجال ترابي معين يدخل الدولة بالأجهزة ديالها يدخل القطاع الخاص أنه مستقر مثلا في هذه الجهة وعنده مسؤولية تماما الجامعة والفضاء البحثي والفضاء الأكاديمي باش يوطق الممارسات باش يعطي الفضاءات الانقاش تهوك لعب الدور دياله مؤسسة الدولية متواجدة تماما عندها دور خاصنا نمشي وكننا أعتقد أنه هي المرحلة الأسمى التي تنتظرنا خاصنا نمشي لبناء منظومات جهوية لابتكار الاجتماعي خاصنا نمشي على مستوى الجهات الذين يفاعلون هذين يتلاقون طريقة رسمية وغير رسمية المهم هو أنه توقع عملية توحيد للأجندات وخطط العمل كل واحد يبقى مكلف خطط العمل ومع الأقل نقول نجمع الموارد ونجمع الإمكانية التي لدينا ونحاول أن نخدم شكل جماعي وخير مشروع لجولة ثلاثة المهم ونطلع الوقع ونعاون في تحسين المؤشرات الاجتماعية في هذه الجهات نعم يجب أن يكون هناك تكامل وانخراط الجميع في هذه المشاريع أشارت أستاذ أسماء قبل قليل إلى نقطة مهمة إلى أهمية الاقتصاد التضامنية الاجتماعية اليوم وأستاذ أيمن أيضا أشار أنه اليوم هذا المجال وهذا القطاع هو المجال الخصب الذي يعول عليه حسب الأرقام المغرب يراهن على هذا القطاع من أجل خلق خمسين ألف منصب هذا القطاع اليوم إلى أي حد يمكن الرهان عليه وكسب هذا الرهان وتحقيق هذه الأرقام التي يعول عليها المغرب هو الاقتصاد التضامنية الاجتماعية أول حاجة التي يمكن نقول عليه بين المسائل التي تعتبر القوة لها الاقتصاد التضامنية الاجتماعية هي أنه متجدر ترابيا وكما أشار أيمن أن تجدر التراب أيضا من من المسائل التي تكون علاقة بالبتكار الاجتماعي لأن البتكار الاجتماعي يجب أن يبنى على الموارد الخاصة بتراب معين لكي تتخلق القيمة وكي تبقى القيمة في التراب لا تخر لا يمكن مثلا أنا عندي ناس يديروا الكبار في المنطقة يالله ينتجوه وكيخرج من تماما يمشي البلاسة أخرى وكي تنتجوه يأخذ 10% القيمة و90% القيمة وكي تنشي للقنة آخر يجب أن يبقى تماما يجب أن حول المبتكارة وكي تنشي وكي تنشي الموارد القيمة المضافة تبنى على أساس موارد خاصة بتراب معين في منظومة التي تتم كلها تتمنو بطريقة كبيرة ويحتضن وهذا هو هناك كيف يبن الاقتصاد التضامن الاجتماعي يحتضن هذه المبادرة تحتضن في منظمة الاقتصاد التضامن واجتماعي إذن الاقتصاد الاجتماعي وتضامن قوته في كونه أنه يحتضن الابتكار الاجتماعي ويحتضنه بطريقة جماعية وبطريقة لحاملة لمبادئ ديال التضامن والتكافل بين كل حاملة الابتكار الاجتماعي مواضح طيب بوعو جالة لو سمحت أستاذ أيمن ما هي مقترحاتكم بخصوص يعني الرفع من كل هذه الممارسات وهذه المشاريع ذات الوقع الاجتماعي الكبير من المقترحات الأساسية أولا هو أن نشتغل على حامل المشاريع كأشخاص كمشاريع الشمارات كنتمو بزاف المشروع وكنسو حامل المشروع سنرقت على حامل المشروع حامل الفكرة حامل المقاولة لأنه سنعطيه الفلوس سنعطيه الضروف اللوجيستيكية ولكن هو كعنصر بشري مؤمن وعنده قدرات وآليات بشيخرج لأرض الواقع ما زال القديق تشتغل عليها وخاص برامجنا وإهدافنا يركز على حامل المشروع بنفس القادر الذي يركز بعد المشروع والتفاصيل واضح شكرا جزيلا لك أستاذ أيمن شرقي المسؤول عن الفرنامج الأكاديمي لمؤسسة تعبد القادر بالصالح شكرا لك أيضا المشاهدين وصلنا إلى خسام هذا العدد اللقاء